السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي أنا قناة اسمها مطبخ نادا والدنيا النهاردة نعمل معاك المنبار وأعرفك ازاي الرز ما يخرجش بره المنبار منك واف المية وكمان يطلع معاك مظبوط ومستوه من بره ومن جوه طبعا كلنا بنحب المنبار بس في الناس كتير بتتعقد منه ما بتعرفش تحشيه انا هقولك على طريقة ازاي تحشيه بسرعة خالص مش ياخد منك وقت بس خليك معي للاخر انا هفتح معاك واحدة وراه لكم ده اللي نسلقه لسه ما حمرتوش ما شاء الله مستويه وتقطع بسهولة اهو وكمان الرز من جوه لونه تحفة مستويه من بره ومن جوه وكمان مش زحمة بالرز الرز فيه مظبوط وافيش رز طالع بره خالص ما شاء الله الرز مفلفل قدامكم وهو لونه جميل جدا ده المنبار اللي انا هعمله ده كيلو بالزبط غسلته كويس ونقاطه في ميا وملح وخلي ولمون وكمان شوية دقيق وبعدين قلبت الجنب اللي فيه الدهون لجوه علشان لما يستوي المنبار ونحمره نلاقي شكله منبار املس وبيلمع وشكله حلو كده وبعدين قطعته حسب الحجم اللي انا محتاجه دول 3 بصلات كبار انا مقعد طعام ناعم زي ما انتم شايفين ولازم تكتر البصل بيخلي طعم الصلصة حلو قوي وده كله الا ربع من الطماطم والبهارات ده كمون وكصبانة نشفة وبابريكا وبهارات لحمة وملح وفلفل اسود انا وحط شوية زيت في الحلة واول ما الزيت هيسخن انا هنزل عليه على طلب البصل وافضل قلب فيه لحد ما يتبل انا مش عايزيه تحمر انا عايزيه تبلبس وبعدين هنزل عليه بالبهارات وهتدله تشويحه على اقتين رحتي البهارات تظهر معي كده وبرحتها حلوة ما شاء الله رحتي البهارات جميلة جدا انا نزل عليه بالطماطق وبعد ما شوحتهم معه بعد شوية كده انا هنزل عليه بالطماطق وهقلبه مع بعض وهتبها تتسبك هي كده من الرز انا غسله ومصفية من المية هو الكل المنبار بياخد كل قلة ربع من الرز وكل قلة ربع من الطماطق وبعدين هحط عليه الصلصة لنسبكتها وده اخدر مشكل شابت على كسبارة على بقدونس وبعدين هقلبهم مع بعض كويس والفكرة دي للناس اللي ما بتعرفش تحش المنبار هتجيبي ازازم بتاع كاكولة او بتاعة مية اللي موجودة عندك وبعدين هتجيبي سكنة من المشنشرة وبعدين تقطع الجزء الاخير ده هتقطع كله للاخر الفكرة دي هتخليك تحش المنبار في ثواني مش ياخد منك وقت خالص ايا كده خلاص بقى الجهزة في الاول انا ااخد شوية من الخلطة بتاعة المنبار واحطوه في طبق واسيب الباقي في الطبق التاني علشان لو فضل شوية ما يتزفروش من المنبار ممكن استخدومه في اي محاشة تانية ويلا بينا نشوفها نستخدمها الازازة ازاي هتملي الازازة من الخلطة اللي انت عاملها وبعدين هتجيب الطرف المنبار وتلبسيه في طرف الازازة الطرف اللي بنربط عليه الغطا ده وبعدين هتتغط عليه بسواعي كويس علشان ما استلتش منك كنت بتحشيه وهتجيبي ايد معلقة خشب ايد مقصوصة عندك اي حاجة وتتغطي بها على الرز هينزل على طول في المنبار شايفين ما خدش مني السواني بسرعة بسرعة واتحشى هو وبعدين هتبططي بايدك زي ما انت شايفة كده وتفضل اطراف بتاعته خالص هتسيبه حوالي سنتي فاضي زي ما انا بعمله بالضبط كده اهو اهو وما تسيبهش الرز يطلع من الاطراف علشان مجرد بينزل المية هتلاقيه اعفل المية ويعجن هتفتح الطرف المنبار وتلبسي فيه طرف الازازة وهتمسيكه بصوابع كويس علشان ما يتسلتش وبعدين هتحشيه ادي ايد مقصوصة هي بعمل بها برضو المهم الطرف بتاعي يكون عريض علشان يضغط في الازازة وينزل الرز زي ما انتم شايفين ما شاء الله فسويني اهو وطبعا مش هتمل المنبار او بالرز علشان ساعة ما هستوه هتلاقي كل ده طلع برا اي حاجة زي ده فيه وكمان القلب بتاعي يبقى الرز حاسة ومش مستوي انا مجهزة مية على النار علشان تغلي واقل ما هتغلى انا احط فيها ورق لورة وكباب الصينة حاسة ما كانش في عندك حاسة هتحط مطحون وشوية كمون وحبهان بصل صغيرة او شريحتين من البصل انا حطى بس نص الحالة مية علشان لسه طبعا المنبار هتحط فيها وهتزيد وهسيبها لحد ما تبدأ تغلى وهنزل بالمنبار وطبعا لازم تكونوا المية بتغلى علشان مجرد ما ينزل المنبار فيها يلم الاطراف بتاعته وتقفل على الرز وما يقعش زي ما انتم شايفين مجرد ما بتنزل المية الاطراف بتاعتها بتقفل بطلعش منها اي رز برا خالص وهو المنبار ما شاء الله شايفين الاطراف بتاعته قفلة خالص اهو وكمان ما فيش رز وقع برا خلاص في المية وطبعا من فترة التانية انا هديله تقليبة علشان ما يزقش في ارضية الحلة او في كاع الحلة هو كده قرب يستوي خلاص وانا هحط له الملح بتاعه علشان لما يستوي يبقى الحدق بتاعه مزبوط وطبعا هتخلي النار تحته متوسطة علشان ما يتحرقش وكل فترة والتانية هتقلبيه هو كده خلاص المنبار استويه هتطلعه من الشربة واللازم مضروري تشيليه من الشربة مستيبوش والشربة خالص مجرد ما يستوي تشيليه علشان الساعة ما يفضل في الشربة هتلاقي كل ده برقع والرز ده كله طلع بره ومش هتلاقي سباع مسك نفسه ودي كل الكمية طلعتها خلاص من الشربة وبعد كده هحط الزيت على النار علشان نحمر ومش لازم يعني نكتر في الزيت ونقول الزيت غزيل لق شوية زي دول كده وهنحمر فيهم زي ما انتو شايفين ومجرد ما ياخدوا لون الذهب من تحت الذهب الفاتح ده انا هقلبه على الجنب التاني ويسيبه لما ياخدوا لون الذهب من تحت وبعدين نطلع لمندين للمطبخ علشان يصف الزيت بتاعه وكده خلاص المنبار بقى جاهز معايا ما شاء الله مش قادر اقولك على طعمه ورحته الجميلة تقدر كمان ترش عليه ملح وفلفل اسود اتمنى يا رب تكون استفدتم من الفيديو ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناة وتعملوا لايك وشير واتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي باي باي